حصاد مأساوي ولد رضا بوجمعة وناصر رفيق في حي صفيحي في حي تبريكت بيسلة كان ابواهما قد جمعت بينهما الاقدار في هذا الحي الذي استقر به في مطلع سبعينيات القرن الماضي كانت عائلة رفيق تنحدر من تادلة بينما كانت اسرة بوجمعة من الحوز وقد نشأت بين الاسرتين علاقة متينة تقاسم من الايام حلوها ومرها ومن اللحظات اكثرها سعادة واخرى اشدها الما ولان احمد بوجمعة والد رضا كما عبدالله رفيق والد ناصر ذاق مرارة الفقر والجهل فقد نشأ لديهما اسرار على تنشئة ابنائهما على التعلم وتوجيههما قدر الامكان الوجهة التي تتيح لهم حياة افضل وهكذا فضلا عن علاقة الجوار جمعت بين رضا وناصر زمالة المدرسة كان يذهبان سويا ويعودان معا من المدرسة لا يفترقان الا عندما يأوي كل واحد منهما الى براكة اسرته في العام ثمانية وثمانين تسعمائة والف حصل ناصر على شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية كان تلميذا نبيها بينما حصل رضا على البكالوريا في الاداب العصرية كان اميل الى الاداب والفنون وكان ذلك يتلاءم مع موهبة الرسم التي كانت لديها التحق ناصر بكلية الطب بينما التحق رضا بكلية الاداب في تلك السنة وبشكل مفاجئ توفي عبدالله رفيق والد ناصر ولما كان الاكبر بين الاولاد فقد اضطر الى الانقطاع عن الدراسة وتحمل عبء الاسرة اجتاز مباراة الولوج الى مدرسة تكوين الممرضين لم يكن رضا قد توفق في اجتياز السنة الاولى اذ كان يمضي اغلب اوقاته في رسم بورتريهات الطالبات اللواتي صارت كثيرات منهن عشيقات له او في حكم العشيقات ولما تنبه سارع الى تدارك الامر بان اجتاز امتحان ولوج المركز الجهوي لتكوين اساتذة الفنون التشكيلية انتهت مدة التكوين تخرج ناصر بديبلون ممرض مجاز متخصص في التخدير وتم تعينه في احد مستشفيات الرباط بينما تم تعين رضا استاذا للفنون التشكيلية في احدى الثنويات بالمدينة العتيقة لسلا بعد بضعة اعوام صار الشابان يفكران في الاستقرار والزواج لم يكن الامر يطرح مشكلة ما بالنسبة لرضا علاقاته الواسعة مع الطالبات في الكلية وسيطه الذائع كرسام للبورتريهات كان يتيح له مجالا واسعا لانتقاء رفيقة الحياة لم يكن الامر كذلك بالنسبة لناصر الممرض الذي لم يتمكن من التخلص من خجله ظل وجهه يحمر ويحس بحرارة في وجنتيها كلما كلمته فتاة او اضطر الى الحاديث اليها في نهاية الامر تمكن بمساعدة جاره وصديق عمره رضا من ان يتعرف على فتاة من عائلة متوسطة الحال لم يلبث ان تزوجها اكترى كل واحد منهما منزلا وكان ثمن الكراء يؤثر على قدراتهما المالية ولذلك ما انفتحت السلطات باب التسجيل امام سكان الحي الصفيحي لتابريكت للاستفادة من بقع ارضية حتى كان الصديقان رضا وناصر في جملة مستفيدين ساعدهما في ذلك سمسار لمقدم الحي حصل على بقعة ارضية مناصفة بينهما واتفق على بناء منزل من سفلي وطابقين حصل على قرد بنكي بعد ثمانية اشهر اكتمل البناء اجرى يا قرعى سكن رضا وزوجته بالطابق الاول بينما استقر ناصر وزوجته في الطابق الثاني في الطابق الارضي اتخذ رضا غرفة كمرسم بينما اتخذ ناصر من الغرفة التي الات اليها فضاء خاصا كان ينزوي اليه كل ما اراد القراءة او الاسترخاء كان رضا يمضي كل اوقات فراغه في المرسم ويمنع دخوله عن اي كان حتى زوجته لم تكن لتجرؤ على الدخول الى ذلك الركن الخاص جدا كان رضا يتذرع بانه يعد لمعرض كبير بعد اربع او خمس سنوات من استقرار الاسرتين في ذلك المنزل ولد اربعة اطفال ولد لرضا ولدان بينما ولد لناصر بنتان كان الاطفال في لعبهم يملؤون المنزل حبورا وسعادة وكان ذلك الانسجام الحاصل بين الاسرتين يمنحهم فضاء ارحب من الرعاية والعناية ولما بلغ الاطفال سن التمدرس تم تسجيلهم في مدرسة خاصة في الحي بما جنبهم عناء التوجه الى المدرسة العمومية التي كانت بعيدة عن المنزل وقد تولى تتبع دراستهم رضا استاذ الفنون التشكيلية كان امرا طبيعيا كما كان طبيعيا ان يتولى ناصر الممرد كلما يخص المتابعة الصحية وكلما كان يتطلب الامر عرض الاطفال لاجراء تلقيح او لفحص طبي كان زملاء ناصر يقولون له ان الاطفال الاربع يتشابهون وكأنهم اخوة وكثيرا ما سأله احدهم ان كانوا كلهم اخوة مع التكرار صار الامر يقلق الممرد ناصر بل تسرب الشك الى نفسه خاصة وان صديقه وجره وحبيبه يلازم البيت بينما كان هو كثيرا ما يمضي لياليه في الديمومة بالمستشفى صار يشك في ابوته للطفلتين تغيرت نظرته الى زوجته ولكنه ظل يكتم في نفسه ما يحس به استغل فرصة تلقيح فاخذ عينة من دماء الصبية لتحديد فصيلة دمائهم جاءت نتائج التحاليل تؤكد ان فصيلتهم واحدة استشار طبيبا مختصا فكان الرد ان وحدة الفصيلة الدموية لا يعني باي حال من الاحوال اثباتا لرابطة الابوة وان ذلك يقتضي اجراء تحليل للبصمات الجينية تحين الفرصة اصيب جاره بالتهاب جلدي فاقترح عليه ان يخضع عينة من دمه للتحاليل وكذلك تأتى له ان يحصل على ما يريد في الوقت ذاته اقترح عرض عينات من دم الاطفال للتحليل بعث بالعينات لمختبر خاص حتى لا يثير الانتباه في مقر عمله الايام الثلاثة التي امضاها في انتظار نتائج التحليلات حسبها دهرا ثم جاءت النتائج لتؤكد ان الاطفال الاربعة الذكور والاناث هم لرضا تأكد لدى ناصر ما كان شكا حسبه في لحظات وسوسات من الشيطان ما الذي سيفعله الان في ذلك اليوم لم يعد الى البيت امضى نهاره يفكر يدبر للثأر والانتقام انتهى به التفكير الى تصفية كل ما يذكر بالخيانة التي تعرض لها من زوجته ومن صديق عمره كانت عطلة نهاية السنة الميلادية على الابواب نحن في العام ستة وتسعين تسعمائة والف اقترح ناصر على جاره اللدود ان تمضي الاسرتان ايام العطلة في منتجع والماس لم يكن في الامر ما يدفع رضا الى الاعتراض اخذ ناصر زوجته وزوجة جاره والاطفال ثم مضى الى والماس حيث اكترى منزلا كان رضا قد اقترح ان يلحق بهم بعد ثلاثة ايام وقد اتفق مع ناصر على ان يعود لحمله الى والماس كذلك سارت الامور وكانت تلك الفرصة المناسبة لناصر الانتقام امضى ليلتين في والماس وفي صبح اليوم الثالث اخذ السيارة وعاد الى تابريكت كان صديقه رضا في المرسم حاول ان يدخل ولكن الرجل اعتذر له بانه لا يرغب في ان يطلع اي كان على لوحاته قبل المعرض ابدا ناصر تفهمه وقال له انه سينتظره في شقته بعد نصف ساعة التحق به هناك كان ناصر قد اعد براد شاي بالنعنع لما التحق به رضا صب الشاي وكان قد دس في الكأس التي سيشرب منها رضا مادة مخدرة لا لون ولا فعم لها وما هي الا دقائق حتى احس رضا بارتخاء عجيب ثم اغرق في النوم حمله ناصر ووضعه على سرير ربط اليه يديه ورجليه بعدما جرده من كل لباسه حقنه بمخدر كما كان يفعل مع المرضى تمهيدا للعمليات الجراحية كان معه مشرط عمد الى جهازه التناسلي وقطعه ثم خاط المكان وضمضه بعد ساعة كان كل شيء قد انتهى كان ناصر يعلم ان رضا سيفيق بعد ساعة او اقل نزل الى المرسم كانت لوحات رضا مرتبة وكانت في اغلبها لنساء عاريات كانت على كل لوحة ورقة تحمل اسم صاحبتها وقد عثر بينها على لوحة تظهر فيها زوجته متحللة من كل ثوب ترك في المرسم رسالة كتب فيها انه لما اكتشف الخيانة خيانة زوجته وجاره صديق عمره قرر قتل الجميع والانتحار اقفل الباب وعاد الى والماس اوحى الى زوجته وزوجة صديقه بان رضا اصيب بوعكة صحية ويجب العودة الى سلا ركب الجميع السيارة وما ان ابتعدت عن والماس ببضع كيلومترات حتى هوا بها في منحدر سحيق مات كل من كان في السيارة في سلا لما افاق رضا وتخلص من مفعول التخدير وجد نفسه مربوطا الى السرير لم يكن لديه من سبيل سوى الصراخ سمعه احد الجيران فاتصل بشرطة النجدة لما اقتحم البيت وجد الرجل في الحالة التي تركه عليها ناصر بجانبه ورقة كتب عليها ساقتل الاخرين وانتحر وقد تعمدت ان اتركك حيا لتذوق ثمن خيانتك بعد ان تستيقظ ستجد نفسك رجلا في شكل امرأة وربما حسبت نفسك امرأة في شكل رجل وقد لا تكون هذا ولا ذاك ميلا فاتم بوليسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر